في الحقيقة قطعة غزة له حق كبير في موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطين في الفترة الأكيرة من 2008 إلى 2022 في أنه خمس اعتداءات أو أدوانات إسرائيلية على قطعة غزة جيل الأطفال هم الأكثر تضررا في موضوع الاعتداءات الصهيونية على قطعة غزة لأنهم أكثر حساسية بشكل خاصة هذا النوع من التجارب المؤلم والقاسي عليهم الأطفال عادة بيشاهدوا تجمير منزلهم بشاهدوا القتل بشكل مستمر فترة الظروب ممكن أن يتعرضوا لفقدان وذويهم أصدقائهم والديهم إخوانهم في بعض الأحيان يتعرضوا لنزوح في فترة حرب 2012 صار فيه نزوح كامل من مناطق الشرقية إلى فترة غزة باتجاه المناطق الغربية فيه تشريف صار فيه فرار من العدوان من قتل الاستهداف طبعا الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى فيه قتل أي متحرك على الأرض وهو بالتكنولوجيا العالية بالتلك الاحتلال الإسرائيلي هو بيعرف مين هذا على الأرض وبيعرف أنه فيه أطفال موجودين في المكان اللي بطسكوا لكن فيه واضح أنه فيه اتهداف للأطفال فيه سياسة لطفولة فيه منظمة من الاحتلال الإسرائيلي فيه سياسة نزع للطفولة عند الاحتلال الإسرائيلي استجاه أطفالنا فيه قطاع غز أطفالنا فيه قطاع غزة وكانوا أولا من أنه آبائهم كانوا من الجيل اللي اتعرض لإحتلال أرض فلسطين عام ٤٨ لإحتلال فلسطين عام ٦٧ لتسير من الانتفاضات والعدوانات عليهم وهذا يتوارث عبر الأجيال الصدمات تتوارث عبر الأجيال فبنت كل الأطفال من خلال تعامل الآباء والأمهات مع أطفالهم الصدمات التي لم تعالج غالبا حسب الدراسات حوالي ٧٠٪ من أهالي قطاع غزة بعد العدوانات عادة ما يقارب ٧٠٪ بتعرضوا إلى أعراض ما بعد الصدمة ١٧٪ منهم بطوروا اضطراب ما بعد الصدمة فالتداء الإسرائيلي بترك آثار تلبية سيئة على السكان في شكل عام على الأطفال في شكل خاص باللاحظ أنه كثير من الأطفال صاف عندهم وطوروا أعراض مثل الحركة الزائدة في البيت مثلا لو كارج البيت التبول الليلة لا إرادي الخوف وخاصة فترة الليل أنه الأطفال بيخافوا على الحمام كثير من الأطفال بيخافوا على أعراض يعني دكتور أسامة نحن كبار ونبعيد ونتأثر فما بالك نعم دكتور أسامة نحن كبار ونتأثر فما بالك بالأطفال اللي بيشاهدوا بشكل مباشر يعني الموتة والقتلة والشهدة بالضبط يعني هذا كله بترك آثار بعيدة تلمدى على الأطفال إنه كيف تصير مستقبل هؤلاء الأطفال كيف يعني بيطوروا يعني مشاكل دراسية كثير من الأطفال اللي يعني صاروا بواجهوا مشاكل دراسية نهيت عن أصلا المقومات الحياة الدراسية في قطاع غزة يعني صعبة جداً المقومات الحياة الصحية جودة الحياة في قطاع غزة سيئة جداً حصار قطاع غزة حصار إلو 16 سنة والعالم متفرج على هذا الحصار الوضع في قطاع غزة يعني مأساوي لأبعد الحدود نعم والإحباط اللي يعني صار عند قطاع غزة كمان نتيجة إنه حتى العالم العربي والتطبيع العربي صار بيأثر بشكل ثلدي حتى على نفسية المواطن الفلسطيني يعني إنه يعني في الوقت اللي بزيد فيه الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة بزيد فيه تطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال الإسرائيلي فهذا بالنسبة للجيل كامل بيولد أحباط كمان يعني الأصل إنه بظل هذا الاعتداء من الجانب الإسرائيلي من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يُفترض إنه يكون فيه تضامن عربي واسع يكون فيه تضامن رسمي وشكاً قليلاً ما أصبحنا نسمع حتى كلمة شاذبة والتنكار الأطفال يعيشوا ظروف صعبة جداً في قطاع غزة دكتور أسامة دعني هنا أتوقف معك بما أنك مشرف نفسي نعم نعم دكتور أسامة يعني بما أنك مشرف نفسي يعني وهذه الحرب حرب طويلة الأمد لن تنتهي بين ليلى وضحاها هذا صراع كبير رغم التهديئة بين فترة وأخرى إلا أنه الحرب مستمرة لذلك كيف بالإمكان أن ندعم هؤلاء الأطفال نفسياً بعد كل هذه الصدمات نعم يعني أولاً علاقة الشعب الفلسطيني برب العالمين هي علاقة غوية نحن من أهل الرباط نحن مرابطين على هذه الأرض ومسترمرون في هذا الرباط ولا نتواب الرباط إن شاء الله يعني إحنا في كل مؤسسة كل العاملين النسيين على الأرض يعملوا أقصى ما يستطيعون لرفع مستوى الكفاءة النسية عند الأهالي وعند الأطفال تعزيز قدرة الأطفال على الصمود والأهالي بالتالي على الصمود هو أكثر إشي إحنا نشغل عليه يعني في كثير من المؤسسات تشغل على كترفيه النسي وعلى الجعم النسي للأهالي وللأطفال في برامج جعم النسي في إتعاف نسي أولي إحنا نشغل فيها مع الأطفال ومع الأهالي بشكل مستمر في الوصول إلى الفئات التي يجب الوصول إلى قبل تطوير الأعراض النسية التي قد تصل إلى الضربات النسية يعني إحنا نسجل الأهالي عن أنهم نسمعون لأطفالهم عن مخاوصهم يعني يحاولوا أنهم يشفوا حاجتهم للشعب الأمان على قد ما يصدروا طبعاً إحنا كلنا تحت تحت الاعتداء يعني الإخصائيين والأهالي والأطفال للأسف أننا كلنا تحت الاعتداء يعني نحاول أن ننصح الأهالي في أنهم يراقبوا أو يشاهدوا أطفالهم في أي تطورات تصير عندهم في الأعراض النسية التي قد تظهر عليهم في أنهم يحطنهم يساعدوهم في أنهم يتوجهوا لعلاج الناس المبكر